اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات تاريخية تميزت برسوخها في جميع محطاتها مستمدة قوتها مما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله وأشار سموه إلى حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفضها بكل ما تحتاجه لاستمرار تحقيق التطلعات المشتركة نحو مزيد من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق بحضور معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانب بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حيث رحب سموه بمعالي رئيس مجلس الشورى السعودي والوفد المرافق في بلدهم الثاني مملكة البحرين متمنيا لهم طيب الإقامة وأن تلقى زيارتهم النجاح المنشود من أجل تحقيق مزيد من العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال البرلماني بما يحقق الرؤى المشتركة وينعكس على تعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات من جانبهم أعرب معالي رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام دائم بترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على كافة الصعد معربين عن تمنياتهم لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة